السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حي الله الجميع يا الله حي الله من جيشوا في قناتي يا الله زمان عندكم زمان ما صورت لكم والله انشغلتوا زي كده وهذا ما قدرت أصور أيضا اليوم أنا أبغى أعلمكم شيء تستفيدوا منه من قصة أنا كيف أتعلمت اللغة الإنجليزية والله العظيم يعني أنا طبعا لي ما يعرفني أنا باكستاني من السعودية موليد السعودية وللأسف يعني للأسف أقول لكم هذا شيء أنا للأسف الشديد إني ما تعلمت لغة بلدي يعني اللغة البكسرية ما تعلمت ما عرفها كنا نتكلم عربي في البيت في المدرسة مع السعودين في العربي فنكن إن شاء الله راح أتعلم لغتي بإذن الله تعالى المهم كيف ياثر أتعلمت اللغة الإنجليزية كيف أنا تعلمت اللغة الإنجليزية في السعودية أبغى أفيدكم والله ما كان عندي سطاعة أروح لها معهد ولا أي شيء والمدرسة يعني والله المدرسة والأسف الشديد نفسه الله يستر عليه ما كان يعرف الإنجليزي تمام يعني عرفتو فالله يستر يعني على مدرس حقنا بس إنو تعلمت اللغة بنفسي واللي حولي ما حد كانت تعلم اللغة الإنجليزية تعلمتها بنفسي Today I'm gonna teach you how I learned English when I was a beginner in English It wasn't easy because people around me no one of them could speak English or yeah most of them Arabs and they speak Arabic يعني الحول كانوا يتكلم عربي ما حد منه يتكلم انجليزي فكيف ياثر أنت تعلمت اللغة الإنجليزية كانت انا على ايامي لما كنت انا مراهق يعني في سن 17 سنة كان هنا لسه بدايات شي اسمه جيمزار مدريش عرفته فيسبوك واشياء زي هذي فوالله كنت هدخل زي كده جيمزار هذه لعبة البليارد ولو تفتكروه حق ايام زمانة ايام الطيبين تبال والله ادخل فيه سيربرات كي انا حق الوربين والله ما اعرف اللي احفظ كلمتين ثلاثة وادخل جوه وادخلهم اللي اعرف وانصخ من جوجل وادخلهم وادخلهم ومن هنا ومن هنا ومن هنا والله من هنا ومن هنا واتعرفت على يعني وفتكرو كنت اتعرفت على واحدة كانت من مدينة كوسوفو البانيا يعني في اوروبا الشرقيه يعرفته لكنها تتكلم اللغة الانجليزية وهي كمان تبغت تتعلم الانجليزي فاضفتها زي كده في الفيسبوك وبعدين اضفتني هي في السكايبي في السكايب كان اعتقد اسمه سكايب هذا وبعدين في السكايب سوت مكالمة جماعية وزي كده مع الناس يتعرفون من بريطانيا واول مرة جيت اتكلم مع واحد كان من يعني هو بريطاني من وصول بنغالية او اعتقد شئ زي كده لكنه يعني مواليد بريطاني وزي كده والله ما تصدقوا اول شي اسكالي لما اديتوا كلمات دي الانجليزي اللي انا اعرفها قال لي your english is unbearable don't speak english again you will never ever learn english يعني قال لي انت الانجليزي حقك مرة تعبان لا يطاق لا تتعلم انجليزي تتوقعوا عني رحت خلاص قلت تصف اللغة دي وروحت جلسة على جنب وقلت يا شيخ ما اتعلم اللغة لا والله والله لاظم لك رحت احفظ كلمات دفتر عندي دفتر اجيب كلمات اكتب 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 واحفظ اكتب واحفظ اكتب الكتابة تساعد الحفظ خليكم عافين الشيء ده تمام صارت عندي كلمات كثيرة ما في قواعد لكن فيه كلمات تمام وست اجيب ايش اجيب يعني اشوف شوية في اليوتيوب وقواعد اشوف يعني زي كده بس الاكتر شي كمان اللي ساعدني على حفظ الكلمات وترتيب الكلمات في القواعد كنت اتفرج انيمي يعني كان ايامي انا كنت اتفرج انيمي اسمه لوفي عرفته ده الرجل المطاط ده القرصان ده اللي تعرفوه كلكم انيمي ناروتو فالاشيالي اللي كنت اشوفها كنت اشوف ترجمه بدل ابأة العربي كنت اشوفها بالانجليزي والله هم يتكلموا ياباني وان طرع ما افهم ياباني يتكلمون تقعدين يتكلموا ترجمه كانت انجليزي انا جيني كلمات لا افهم بش مسكتوب شرت اترجم كلمة 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 تجيني لترجمها ترجمها ترجمها واكتبها في الورقة اكتبها في الورقة 문제 اليوم حفظت�� 10 كلمات اليوم حفظت عشرين كلمة ما في عندي شيء اسمه يوميا يجب أن أحفظ عشر كلمات أنا كده سبحان الله يعني لما أغصب نفسي على شيء خلاص اليوم يجب أن أحفظ عشر كلمات لو ما أحفظت كده ما أدري كيف يعني يتوتر ما أبغي شيء كده يربطني عرفته لكن كون زي كده وقت ما في نفس والله كتبت كلمات وكل شيء تنعاد الكلمات في الأنمي ده وتنعاد تنعاد في الترجمة وأنا حفظت لما حفظت غير كده كنت بدأت إشي أسوي أتفرج أفلام أتفرج أفلام بترجمة إنجليزية يعني هما يتكلموا إنجليزي وتحت الترجمة بالدغة الإنجليزية وكلمات كثيرة بتتكرر 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 عرفتوا لما حفظت في دماغي وصارت عندي كلمات كثيرة أكثر وفي الفيسبوك هذول الأوروبيين ألبان ومدريش بوسنا عرفتوا والله بس أخذ كده معهم وأكتب نص غلط نص صح المهم خش أنت ما عليك أحد قل لك أنت كده ولا كده ما عليك في شيء خش بس عرفتوا والله ترى الإنسان زي كده يتعلم يعني أنتوا شوفوا الأطفال تمام؟ أنا يعني أشتغل في المدرسة يعني أحيانا ساعد الأطفال لأنهم متعلموا وذلك وهذا فأنا أشوف الأطفال يعني ما هموا الطفل ما هموا يعني يتكلم غلط قواعد غلط ولله ما هموا هموا هي الحالة يتكلم وهم يطلع الكلمة بر فمه عرفتوا كم؟ فأنتوا نفس الشيء نفس الشيء سيما الطفل كيف تتعلم؟ لازم تتجرع يعني كثير من الناس والله يعرفهم هنا أنا في دحاب السويدين أقول لي أن يتعلم اللغة الإسبانية أتعلم اللغة الإلمانية أتعلم اللغة الإنجليزية ما إشما كان اللغة حتى سويدية تمام؟ يا عمي تغلط طوز ماذا يعني اغلط في القواعد مدريش طوز كسر جيب ام الدنيا ما علي المهم انك تتكلم عرفتوا كيف فهذا اللي حبيت يعني انصح النصيحة الاولى انصحكم فيها كيف انا تعلمت اللغة الانجليزية بعدين انا المسافرت اسويد جيت اسويد هنا صارت لي فرصة اكبر منيش امارس اللغة الحمدلله بدأت مارسها وتعرفت على ناس وبينية شوش تعرفت على برطاني تعرفت على ما المان تعرفت على ما اعرفته يتكلموا اللغة الانجليزية السويدين طبعا لان ما الحمدلله تعلمت اللغة الانجليزية واتقنتها لكن انجليزيتي ما هي بارفكت ولا عمرها ستكون بارفكت لانني انا مان اما وليد امريكا ولا برطانيا ولا انا عايش هنا عرفته لكن يعني صرت تتكلم اللغة لا أدخل في مواضيع سياسية و مواضيع تاريخ و موضوع علمي اي حاجة كده اخش لك المهم والله في السعودية افتكر اما كنت هناك كان في ناس تتعلم اللغة الانجليزية بس وي يعني مو مرة يعني تتعلم اللغة الانجليزية يعني شوية كده اتعلم له اعرف دخل معهد او ادخل شي و يشوف نفسه رافي و يخش مكيلة فوق انا اتكلم اللغة الانجليزية انا احسن منك و مدريع شما الكلام ده و انت تحس نفسك انه تكتور ولا عالم ولا ايش ما انا اعرف والله والله كنت احزن يا الله انا كمان نفسي ادخل معهد ما انا قادر لا ادخل معهد ولا انا قادر اقابل مدرسين بريطانيين ولا شي على كله طريح كلام فاضل الناس يكان شوف نفسه على الفاضل لغة الانجليزية او اي لغة هي مجرد لغة ما هي ما خلتك ما رفعتك ولا خلتك سير دكتور ولا ايش ما الكلام ده فالانسان لا يشوف نفسه كل ما اتواضع لله كل ما ربنا زاده اهم شي الطوابة مهما تعلمت في حياتك بي اهم شي طوابة ما يفرق عنك انت و غيرك هذا ما تعلم لغة ولا هذا ما احد يفرق عن احد هذا اللغة ولا ده سيارته احسن من ده ما احد كلنا سواسية هالي قاعدة لازم الانسان ياخذها في حياته فانا لما نجي تسويد وقابلت البريطانيين وزي كده طبعا هم يتكلموا اللغة لغتهم وبسرعة يعني عرفتوا وانا والله ما هي لغتي واتكلم معهم اطرطش اديهم ومكسروا وهم يصححوا لي وانا حاول منين اصحح بنفسي وهم يصححوا لي وحاول والله لين ما تعلمتها الحمد لله وسيت خلاص اتواصل مع البريطانيين عادي واتكلم معهم عادي ما في يعني اذا في احيانا ها تمر كلمة معرفة ولا شي هم يساعدوني او انا اخش القوغل اشوفها وزي كده انا اتعلمت واقرأ كتب كمان احيانا يعني في زي كده روايات تيجي اقراها افلام اتفرج كثير احب افلام سرت اتفرج بدون الترجمة حتى بدون ترجمة انجليزية واذا عدت كلمة على طول سرتكتبها في الدفتر تعود تعودت اذني على اللغة الانجليزية الحمد لله طبعا اللغة الانجليزية هذه لما تتعلمها سبحان الله هذه تعتبر مفتاح للغات التانية يعني بالذات بالذات اللغات اللاتينية يعني انا ما اقول لك اليابانية العربية هذه شوية مختلفة عن اللغة الانجليزية لكن مثلا اللغات اللاتينية اللي يزيل المانية السويدية الايطالية الفرنسية الاسبانية اللغات التين يعني شوية متشابعة مع الانجليزي فعندما جئت إلى السويد، كنت في البداية أتكلم مع سويدين بالإنجليزي ومبسوط أنني أريد أن أعرف أن أعلم أنه أهل الإنجليزي لكن في النهاية، رأيت أنني لازم أتعلم لغة أهل البلد ياسر، لا ينفع كل شيء، فأذهب إلى تتكلم معه بالإنجليزي أنت في السياحة، أنت ساكن هنا، عرفت كيف فأنا لازم أتعلم اللغة. فهذه كانت لغة الإنجليزية أكثر لن يجعلني بالنسبة لي لكن الحمدلله مع الممارسة و نفس الطريقة قيع أس Service ويعيدها وعيدة 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 وكذا ما في نظام يعني ما في عندي شيء يسمه نظام لازم اليوم 20 كلمة 50 كلمة والله ما في نظام يوم خمسة كلمات يوم أشارة كلمات عرفته هل حدث نظام كذا لما سويت ايش سويت هنا عندي شيء يسمه لأن تذهب إلى مكان مطعم و يجربونك و يجربونك و يمكن أن يشغلونك بدون راتب و هناك مواقف يستغلون الناس مما علينا نحن في الشيدانة والله قلت اذهب اتعلم اللغة اما ادخلنا كلهم سويديين او اتعلم اللغة ماذا حالا احكي لك و ليس سار ليه يومتها رحت المطعم دا و انا والله حافظ الكلمات و الاشياء دي لكن كلامي مكسر و ما اعرف كيف انطق خير شهر يعني بس افهم يعني لان افهم لان حافظت كلمات وهذا و سرت اشوف في التلفزيون شوية افهم رحت المطعم دا تمام و كان المطعم دا اغلبهم نساء و كده يعني النساء اسمح الله كلامهم يتكلموا يحبوا يتكلموا و اجتماعين و كده عرفتم و المديرة قالت لي يا ياسر ما تتكلم اللغة الانجليزية مع الزباين النهاية قلت لهم طيب انا ما اتكلم اللغة الانجليزية مع الزباين النهاية يعني ما في الا انك تستعمل سويدي ما في الا انك تتعلم سويدي كان يجي الزبون كانوا يقولوا لي مثلا يلا سوي هذا ما افهم اسألهم يشرحوا لي مرتين ثلاثة الان ما افهم تفهم بدأ تفهم كده تكرار يعلموا الحمارة لا ادري اذا هو مثل صحيح مثل مهم يعني عرفته و زي كده و حبه حبه والله ستفهم عليهم بس صارت لي مواقف احيانا من احد المواقف اللي صارت لي اني يعني كنت ايش اقول لكم اروح عند الزبون و اخذلي الاكل حقه و اعطيه الاكل وهو مش الطلب حقه والزبون يتكلم و هو معصب و انا من يفاهم شي عليه يش هو بيقول هو قاعد يسبني و ليش والله من يفاهم يش بيقول قلت انا ايش اسوي في دي اللحمة قليني اروح اجيب الموظفات السويديات يتعاملوا معاه و يجوا يتعاملوا معاه و يعلموني و كيف كيف و شوي شوي حبة حبة تعلمت و هذا بدأت ايش اخذ اللغة لكن مو انك خلاص انت ستتكلم معهم يعني انت ستتبحر في اللغة و ستتعرف اللغة لا لازم ترجع البيت تحفظ كلمات 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 زيب قواميس قواميس انا عندي يعني بالصور انا اريكم احد القواميس حقتي ان اتعلم بها بالصور بالصور ان اتعلم بها شوفوا هذا الكتاب مثلا بالصور شايفين يعلمك بالصور كل شي كلمات كثيرة انت ما تعرفها ترجع بالصورة لانه سبحانه الصورة تنحفظ تشوفها وتكتبها في الدفتر هذا للمفردات لكن الافعال والاشياء دي الاشياء التالي ممكن تجيبها من الافدام ممكن تجيبها من الانترنت و زي كده وتشوف التصريفات حقتها و زي كده انت تتعلم اللغة و من هنا و من هنا والله رحت اشتغل في مطعم تاني من هنا من هنا شوي درست وهذا اللغة وهذا و شوي اتطورت يعني الحمدلله في اللغة خلاص يعني الحمدلله اختلط بالمجتمع و سرت اتكلم من اللغة السويدية عادي سرت يوميا الحمدلله اتكلم من اللغة السويدية والانجليزية والعربية اللغة العربية طبعا لغتي و من اهم اللغات يعني هذه اللغة التوب بس هي اللغة الاصلية اللغة الباكستانية لكن شاء الله نتعلمها برضو يوم من الايام فهذا حبيت فيه لكم فيه يعني هكذا انا تعلمت اللغة السويدية والانجليزية و انا متأكد انه كلكم تنجروا تتعلموا اللغة الانجليزية وين ما كنتوا ما يهم انت تقول لي والله بقددخل معهد هذا مدريش دخل هذا مدريش لا تفكر كده ابدا والله تقدر تعلم نفسك بنفسك اليوم الحمدلله فيه عندنا اليوتيوب اليوتيوب موجود يساعدك الافلام موجودة بس لازم يكون فيه عندك ارادة تمام؟ واذا انت ما تقدر على النظام يعني مثلا تنظم نفسك كل يوم بقى لازم عشر كلمات ومدريش لا سوي اللي يعجبك المهم تحفظ حفظتك كلمات نسيتها اليوم والله شوف انا اذكارك بكرة ترجعلك نفس الكلمة دي تقول اوو دي الكلمة رجعت لي فهذا انشرو المقطع دا قد ما تقدروا ان شاء الله اكون افتكم وان شاء الله اذا فيه اي استفسارات او تبوني اصوي مقطع تاني او حاجة زي كده خلموني في الكومنتات شوفوا مع السلامة باي موسيقى موسيقى